أنت أصلاً بتحبي تقري رعب؟ أصلاً أنت بتحبي الرعب بشكل عام؟ أو طبعاً بتحبي الرعب بشكل عام؟ ما بتخافيش بقى خالص يعني ولا بتخافي عيني زينا كده أصلاً إحنا كلنا بنحب أفلام الرعب مثلاً بس نبقى عاديين مرعوبين قدام الفيلم عادي ومكملين حاجاته حاجات يعني هو قطر الموضوع يعني عشان أنا بتفرق برضو على طول كتير بقرأ كتير بس أنا بقرأ في كل حاجة الحقيقة يعني مش بس رعب مش بس رعب يعني في كل حاجة تاريخ ويعني تقدر تقولي كل حاجة بتيجي تحت إيدي لكن أحياناً في حاجات بخاف منها بتقفي عندها خيالك أكيد بيروح لحياتك كتير جداً من فكرة أنك يعني حواليكي تفاصيل لي علاقة بالرعب إذا كنت بتتفرجي إذا كنت بتقري إذا كنت بتكتبي عن الرعب فأكيد خيالك شو فيها رانيا هو متغزي بأحداث مرعبة كتير جداً دي حيئة دي حيئة بس هو عموماً عموماً أنا اكتشفت حاجة من ساعة ما بقتل بالنسبة لي الكتابة احترافية أكتر أنه الأحداث البسيطة اللي هي اليومية اللي بتعدي على الناس مش بتعدي على الكاتب كده يعني هو بيشوفها بطريقة تانية وبتتخزن عنده بطريقة تانية أفهمها؟ وممكن يبقى بيفكر في العواقب بتاعتها إيه؟ أو إيه اللي ممكن يحصل ويرائبها أكتر يعني الكاتب بيرائب أكتر بيحس أكتر يحولي حس أكتر زي ما أستاذة أنيسة منصور قال الكاتب بيحولي يشم أكتر ويحس أعمق ويلمس أرأ ومحدش قال كل حاجة ولا فيه واحد هيقول كل حاجة أكيد أكيد أكيد